المسيح قام بالحقيقة قام هكذا كان يعيد ويحتفل المؤمنين بقيامة المسيح فقيامة المسيح هي أساس الإيمان المسيحي كله وعش كده في بداية البرنامج حابب أننا أهنى كنستنا الشرقية التي احتفلت الأحد الماضي بعيد القيامة المجيد وأصلي أن يبارك الرب كل الكنيسة كل خدامها وكل أيضا أعضاءها والمؤمنين بشخص يسوع المسيح وفي وسط عالم تسود فيه أخبار الموت ليلا ونهارا لا نجد إلا في قيامة شخص الرب يسوع المسيح الرجاء والإيمان والثبات فكل سنة وحضراتكم طيبين المسيح المنتصر وكيف غيرت قيامة المسيح كل شيء كيف لقيامة المسيح أن تغير كل شيء وكلم عن الأمور التي غيرتها قيامة المسيح وكيف أن قيامة المسيح هي المنطلق التي انطلقت منه العقيدة المسيحية لأن المسيح قد مات ودفن ولأن المسيح قد قام وظهر فقد تم خلاص الإنسان قيامة المسيح لم تكن ولم يكن حادث بالصفة فالمسيح له كل المجد تحدث عن قيامة مرات ومرات كثيرة وهنا بنجد أنه الرب يسوعي يعتبر الشخصية الوحيدة التي عاشت على هذه الأرض الذي علم وتحدث عن يوم موته وطريقة موته كما تحدث أيضا عن يوم قيامته من بين الأموات هو الشخص الوحيد لا يوجد شخص على مدار التاريخ البشر كله تحدث عن كيفية موته وقيمته إلا شخص الرب يسوع وقد تحدث عنها بالتفصيل الشديد ماذا قال الرب يسوع عن قيامته خلوا بالكو أنا أجيب بعض الآيات اللي فيها الرب يسوع تكلم مع تلاميذه وتحدث عن قيامته من بين الأموات يقول الكتاب كده في مدى 16 من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أرشاليم يبقى فين هيتم الحكم عليه وصلبه وموته في أرشاليم ينبغي أن يذهب إلى أرشاليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل لكن فيه العبارة الجميلة اللي دايما الرب يسوع بينهي بها كلام ويقول وفي اليوم الثالث يقوم أنا لو واحد من تلاميذه المسيح مش هقدر أستوع بالكلام ده ومش هقدر أفهم يعني إيه في اليوم الثالث يقوم لكن رب يسوع اتكلم وأعلن هذا بكل وضوح كمان في متى 17 وفي الأعداد 22 وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع أن ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم فحزنوا جدا حزنوا ليه لأنه كل تفكيرهم على أنه هو هيتطهد وأنه هو يعني بيكلم عن موته لكن أخفي عن عينيهم وفي اليوم الثالث يقوم شاهد آخر يقول لرب يسوع لتلاميذه في متى عشرين هنحن صاعدون إلى أرشليم وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت وأضاف تفاصيل أخرى لم تكن موجودة في العبارات السابقة أنه يحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم ده كلام مش بوترس ولا يحنى ولا واحد من التلاميذ ده كلام الرب يسوع نفسه هذه الكلمات هي إعلانات الرب يسوع نفسه المتعلقة بموته ومتعلقة بقيامته كمان يقول لهم في مرؤس عشرة ها نحن صاعدون إلى أرشليم وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم فيهزأونا به ويجلدونه ويدفلون عليه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم وفي اليوم الثالث يقوم شاهد آخر في لؤة تسعة وفي عدد اتنين وعشرين يقول قائلا أنه ينبغي أن ابن الإنسان يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم شاهد رقم ستة وأخذ الاسن عشر وقال لهم ها نحن صاعدون إلى أرشليم وسيتم كل ما هو مكتوب بالأنبياء عن ابن الإنسان لأنه يسلم إلى الأمم ويستهزئون به ويشتم ويدفل عليه ويجلدونه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم وهنا نقف قدام شخصية الرب يسوع المسيح الشخص الذي يقول عن نفسه أنه في اليوم الثالث يقوم ما قدام ناش غير اختيار واحد من عدة اختيارات إما يكون هذا الشخص بيكذب على التلميذ ما هو مين يعني مين من البشر يعرف إزاي حيموت وكمان الرب يسوع هنا بيقول وإمتى هيقوم يعني ده احنا كلنا أوقات كثيرة وحتى نسمع كنا نسمع أهلينا ووالدينا يقول لو الرب بيحبني يعني أترك الحياة وأنا موجود وسط ولادي وأنا موجود على سريري أمنيات أمنيات بعضها بتحقق وبعضها ما بتحققش لكن هنا رب يسوع مش بيكلم عن أمنية رب يسوع بيكلم هنا عن حقيقة عن حدث حقيقي سيحدث بيكلم عن المكان بيكلم عن الطريقة بيكلم عن مين اللي هيبقى مسؤول بيكلم عن تفاصيل متعلقة بهذا الأمر وبيكلم عن أيضا حقيقة قيامته من بين الأموات فياما رب يسوع وهو بيقول كده ياما يكون كذاب وحاش للرب أن يكون كذاب ياما يكون شخص مجنون لأنه يعني مين من الأشخاص بيكلم عن نفسه بهذه الطريقة لكن الاحتمال الثالث هو فعلا يكون عارف ومتأكد بل هو سيد الموقف نفسه إمتى يموت وإزاي يموت وإمتى يقوم والطريقة اللي يقوم بها وبهذا نحن نتحدث عن شخص عجيب كلم عن موته وكلم عن قيمته فموته لم يكن اختراع تلميذ وقيمته لم تكن أيضا من اختراع تلميذ طيب إيه هي بقى نقطة الانطلاق ودي نقطة الاختلاف الكبير مع الإخوة المسلمين ومع أيضا من يرفضونها قيامة الرب يسوع المسيح ما هي نقطة الانطلاق لكل لكل ساروخ فضاء نقطة انطلاق بيحددها العلماء هم عايزين يوصلوا الساروخ ده لفين هل هو هيلف الأرض ويرجع ولا هو هيروح الأمر ولا هيروح لمنصة الفضاء خارجية ويلتحم بها ولا هيوصل إلى المريخ نقطة الانطلاق نقطة الانطلاق اللي بتحدد فيه مبعد هيوصل لفين عندنا كمؤمنين نقطة الانطلاق في الإيمان المسيحي ونقطة مهمة جدا هي تاريخية الصلب والقيامة اهي قدام حضرت نقطة الانطلاق هي تاريخية الصلب والقيامة يعني ايه كلام ده يعني أن حدث الصلب حدث تاريخي وحادث القيامة حادث تاريخي تاريخية الصلب والقيامة نقطة الانطلاق نقطة الانطلاق في كل العقيدة المسيحية هو تاريخية الصلب والقيامة نقطة الانطلاق في الإيمان المسيحي بكل العقائد بتاعتنا هي الإيمان بتاريخية الصلب والقيامة وده منعقد لما يدعيه البعض أن المؤمنين أو المسيحيين اخترعوا فكرة الفداء بس علشان فكرة الفداء دي تكتمل كان لازم يخترعوا معاها أن المسيح يموت وكان لازم يخترعوا معاها أيضا قيامة المسيح ودوى عكس كل الأدلة التاريخية نقطة الانطلاق في الكنيسة وفي الحياة المسيحية أتى من حقيقة تاريخية الصلب ومن حقيقة قيامة المسيح ودل قال الرسول بوليس أن المسيح مات وبرهان موته أنه دفن وأن المسيح قام وبرهان قيامته أنه ظهر فده نقطة التحول ده المنطلق اللي في حياة التلاميذ اللي رأوا فيه حياة الرب يسوع كلها وطبيعة الرب يسوع ومن هو يسوع المسيح وما الذي صنع يسوع المسيح من أجل الإنسان ده ده المنطلق أي منطلق آخر غير تاريخية الصلب والقيامة بيوصلنا إلى حتة غلط وليس هو المنطلق المسيحي الصحيح للإيمان والعقيدة المسيحية دي نقطة الانطلاق ما جيش بقى واحد يقول لي آه لا أصله الكنيسة جعلت من يسوع إله في القرن الرابع الميلادي أو الكنيسة هي التي قررت عقيدة الفداء والخلاص ولأجل تقررها هذا جعلت المسيح كان لابد أن يموت المسيح وكان لابد أن يقوم المسيح مين اللي ضحك عليك وقال لك الكلام ده ده نقطة البداية في كل العقائد المسيحية هي تاريخية الصلب والقيامة وخلي بالكل أنا دقيق في التعبير أنا مش بقول الإيمان بالصلب والقيامة كويس لأنه للأسف بعض المعلمين المتحررين بيطلق على القيامة أنها الإيمان بالقيامة وليس حادث القيامة يعني سموها مش بيطلقوا عليها أنها حادث يطلق عليها أنها إيمان resurrection faith وليس resurrection event فأنا ممكن أؤمن بحاجة بس ما تكونش واقعية ممكن أقبلها ما تكونش واقعية لا لا الإيمان المسيحي لأنه حدث لأنه تاريخ لأنه لأنه تاريخية الصلب تمت ولأن أيضا قيامة المسيح تاريخيا تمت تاريخيا تمت ولأنها تاريخيا تمت فأنا أؤمن بيها مش بس أؤمن بيها وخلاص لا ده أنا أؤمن بيها على أساس أنها تاريخية وأنا أؤمن أن المسيح قام على أساس أن قيامته تاريخية ويوجد الأدلة على الحدث الثين دون الصلب والقيامة طيب كيف غيرت قيامة المسيح كل شيء؟ إزاي؟ إزاي قيامة المسيح من بين الأموات؟ المسيح الذي انتصر على الموت وظهر للتلاميذ كيف غيرت هذه القيامة كل شيء؟ أحسكوا لحضراتكم بعض الأمور المهمة اللي بدون قيامة المسيح مش ممكن أبدا كنا نقدر نتمسك بيها أو نؤمن بيها أو نشوفها بهذا الشكل قيامة المسيح أكدت أكدت كويس؟ أن المسيح هو المسيح المتجسد قيامة المسيح برهنت على مين هو يسوع المسيح برهنت والعبارة دي قالها الكتاب نفسه بوليس الرسول في رسالته إلى كنيسة رمية وفي أصحاح واحد وفي عدد أربعة بيكلم عن الإنجيل إنجيل ابن الله الإنجيل الذي يعني يسوع المسيح بحسب الجسد ابن داود لكن كمان بيكلم هنا وبيقول في عدد أربعة وتعين وكلمة تعين تعني برهن تأكد demonstrated proved كويس؟ مش إنه صار ابن الله بعد لما آمن لا 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 هو proved إنه ابن الله بالقيامة من الأموات القيامة أكدت طبيعة شخص يسوع المسيح القيامة أكدت مين هو القيامة أكدت أنه هو الكلمة الأزلي المتجسد القيامة أكدت أنه هو فعلا المسيح المخلص المنتظر عش كده وتعين ابن الله بقوة من جهة الروح القداسة بالقيامة من الأموات دا يسوع القيامة أكدت لينا لهوتو أنه ابن الله الأزلي القيامة أكدت لينا مكدو والقيامة أيضا أكدت لينا قوتو كل الذين حتى أقامهم المسيح ماتوا بعدما أقامهم المسيح لكن يسوع المسيح قام منتصرا وهو حي إلى أبد الأبدين قيامة المسيح أكدت للتلاميذ اللي عاشوا معاه أنه هو فعلا المسيح أنه هو فعلا كلمة الله المتجسد أنه هو فعلا صاحب المجد والقوة والكرامة حياة الرب يسوع بيلخصها اللهوتين في كلمتين الاتضاع والمجد فهو بيبدأ حياته بالاتضاع عندما أتى إلينا مولودا من امرأة ميلاد عذراوي ودخل إلى علمنا وعاش في اليهودية دا الاتضاع المسيح أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس الاتضاع فالاتضاع ظهر في التجسد الاتضاع ظهر في الألام الاتضاع ظهر في موته أطاع حتى الموت موت الصليب دا كله من أجل إيه؟ دا لأنه اتضاع من أجلنا لكن كمان الجزء الثاني في حياة المسيح وهو المجد هذا المجد بيبدأ بالقيامة من الأموات وبيعلن بالقيامة من الأموات وأيضا بتؤكد صعود المسيح إلى السماء ويكتمل هذا المجد في مجيئه الثاني يكتمل هذا المجد في مجيئه الثاني عشان كده القيامة أكدت لنا أول ما أكدتها وأكدت للتلاميذ أن يسوع المسيح هو ابن الله المسيح المتجسد قيامة كمان أكدت حاجة تانية أكدت صدق كل إعلانات يسوع عن نفسه ما هو زي ما قلت لحضراتكم لما واحد قبل ما يصلب يقول أنه في اليوم الثالث يقوم وبعدين يقوم في اليوم الثالث أنا أول حاجة بقول عنه صادق ما كانش بيجذب ما كانش بيتحك علينا ما كانش مختل عقليا قيامة المسيح أكدت صدق كل إعلانات المسيح عن نفسه كل ما قالوا عن نفسه أكدت القيامة أذكر بعض الأشياء قال أنه في اليوم الثالث يقوم وقام قام مع أن قيامة شخص من بين الأموات ليست بالأمر المعروف والمتآلف اللي ممكن الإنسان يقبله بسهولة لكن المسيح قام من بين الأموات وفي اليوم الثالث قال عن حياته لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا كان بيكلم عن جسده حياته لي سلطان أن أضعه ولي سلطان أن أخذه هو كان لي سلطان أنه يذهب إلى أرشاليم ويعلم جيداً ماذا سيحدث له في أرشاليم وكيف أن الرؤساء الكهنة والكتبة سيسلمونه وكيف أن الرومان سيقومون بصلبه وموته لكن أيضاً يتكلم عن أنه لي سلطان أن أخذها قيامته قال أنه معطي الحياة رب الحياة ومعطي الحياة فإزاي نتأكد من ده إزاي نتأكد من ده لما آمن بين الأموات المسيح قال عن نفسه أنا هو خبز الحياة من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعتش طب إذا كان مات إلى من نقبل وإلى من نذهب زي ما قال أيضاً تعالوا إلي جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم طيب لو هو بالأرض قال هذه الكلمات لكنه مات وتوارى في التراب والرماد بعد موته إلى أين نذهب يبقى الآية دي سقطت ما أنا بذهب لشخص حي مش لشخص ميت أنا بلتجئ للحي وليس للميت أنا برمي حملي على الحي وليس الميت أنا بطلب تدخل الحي في حياتي وليس الميت المسيح قال أنا هو نور العالم من يتبعني وما قالش من يتبع تعليمي لكنه قال من يتبعني أنا من يتبعني أنا فلا يمشي في الظلمة بل يكون له النور الحياة من يتبعني أنا طب إزاي إذا كنت إنت أموت إزاي نتبعك ما ما تركش لينا مجموعة من التعليم وقال إتبعوا هذه التعليم فتجدوا راحة لنفسكم لا لا قال من يتبعني أنا كشخص ومش ممكن أبدا تتبع شخص ميت قيامة المسيح أكدت إعلانات يسوع عن نفسه وأنه صادق في كل ما قاله وأعلنه عن نفسه الحق الحق أقول لكم إني أنا باب الخراف إعلان آخر المسيح قال أنه الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل وبذل نفسه عن الخراف لكنه ما زال إلى يومنا هذا هو الراعي الصالح بل هو راعي الرعاة مسيح قال عن نفسه أنه هو القيامة والحياة إزاي 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 يقول عن نفسه أنه هو القيامة والحياة لو كان الموت هو نهيته يبقى أكيد الكلام دو لو كان المسيح مات وانتهى المضوع يبقى ما ينفعش لكن المسيح لأنه حي قال أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي قيامة أكدت لنا بصورة لا تحمل الشك أبدا أن كل إعلانات يسوع المسيح عن نفسه كانت حق وصدق عشكاة بقولك قيامة غيرت كل شيء وعشكاة التلاميذ رأوا الدنيا بصورة مختلفة بعد قيامة المسيح ده مش هلواسة اللي عاشوا فيها الهلواسة دي ممكن تقعد معاك يوم يومين وتخلص وكمان الهلواسة دي مش ممكن تيجي المجموعة كبيرة من الناس إلى آخر كل هذه التفاصيل لا ولا حتى الجعان اللي بيحلم برغيف العيش أنه هو كانوا يتمنوا أن يسوع يقوم فيسوع قام في قلوبهم لكنه لم يقم حقيقة طب إيه فايدة دي ده مش تغير فيهم لكن لأن المسيح قد قام من بين الأموات غيرت القيامة كل شيء أعطتهم أن يعرفوا بالتأكيد من هو يسوع أعطتهم أن يروا في إعلانات يسوع عن نفسه اللي قالها أثناء خدمته أنه فعلا صادق في كل ما قال طيب أخذ مدخلة الأخ أبو مهند من أردن ألو مساء الخير مساء النور أهلا بك المسيح قام بالحقيقة قام الأخ أشرف معي أيوة معي أنا سمعك لدي سؤالين إذا سمحت فضل لي بذلك السؤال الأول وردت هذه الآية في رسالة فليمبي الأصحاح الثالث عدد عشرة الآية تقول لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته لعلي أبلغ قيامة الأموات لماذا لماذا قدمت قوة قيامته على ألامه وعلى التشبه به لماذا قدمت في أول الآية لأعرفه وقوة قيامته طب سؤال الثاني لماذا قوة قيامته قدمت أمام شركة آلامه متشبها بموته لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات طب سؤال الثاني ماذا ماذا تعني لنا القيامة نحن المسيحيين حاضر أشكرك أولا شكرا 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 لك ولدي كلمة بسيطة تقول فضل وشكرا لك أيها الأخ العزيز شكرا لك زي ما احنا بنقول أنه قوة قيامته مش ممكن تعيش الحياة المسيحية بدون قوة قيامته عشان تقدر تشترك في ألامه لازم تصنع هذا بقوة قيامته بقوة قيامته ما نقدرش نعيش الحياة المسيحية من أنفسنا هذه القوة قوة قيامة يسوع المسيح من بين الأموات هي اللي بتعطينا أن نعيش حياتنا كمسيحيين متشبهين بألامه متشبهين باتضاعه متشبهين بحياته يعني هي مصدر والطاقة والدافع الذي يمنحنا أن نعيش الحياة المسيحية كلها طبعا من قيامة المسيح بالنسبة لنا قيامة المسيح بالنسبة لنا هي كل شيء هي أن المسيح قد أكمل خلاصنا أن المسيح قد صنع هذا الفداء العجيب أن المسيح الذي صار ذبيحة من أجلنا هذه الزبيحة التي بها دخل مرة إلى قدس الأقداس فوجد فداء أبديا من أجلنا أن المسيح أيضا حي أن قيامة المسيح هي مصدر إيماننا في مجيئه الثاني كل هذه الأمور بالنسبة لنا كمسيحيين مهمة جدا ومبنية على قيامة وأنا نكلم عن بعض هذه الأشياء وإحنا نكلم عن كيف غيرت القيامة كل شيء وأنا نكلم عن التلاميذ المسيح قيامة غيرت تلاميذ المسيح وبيتغير نحن وغيرتنا أيضا نحن طيب أجي إلى نقطة قيامة المسيح قدمت لنا خلاص لو كان المسيح قد مات وانتهت قصة حياته بالموت يبقى حياة المسيح انتهت بطريقة مأساوية يبقى كل اللي قالوا المسيح عن نفسه لم يكن حقيقة لكن قيامة المسيح قدمت لنا الخلاص بالمسيح شوفوا الرسول بوليس فرومي يقولين لأنك ان اعترفت بفمك بالرب يسوع لأنك تعترف أن يسوع المسيح هو رب وأمنت بقلبك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع بطبيعته من هو؟ يسوع المسيح وأمنت أيضا بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت يبقى الخلاص مبني على الإيمان بمين هو يسوع ومبني على الإيمان بقيامة المسيح ومش ممكن طبعا يكون المسيح قد قام إن لم يكن المسيح أولا قد مات لأن دي مبني على دي كويس لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص طبعا بعض الإخوة أولا بيقرأ الآية دي الذي أقامه الله من الأموات يقول لك المسيح لم يكن بقوة ذاته المسيح أقامه الله لكن عندنا في كتاب المؤدس عندنا المسيح القيامة نصبت لله الآب نصبت لله الروح القدس نصبت للرب يسوع المسيح وكانوا بيقول أن هذا العمل هو عمل الثلوس مجتمعا معا فأعمال العظيمة زي الخل وغيرها اشترك فيها الله مثلس الأقانيم زي قيامة المسيح فالإيمان الخلاص الخلاص هو كيف أخلص تؤمن بأن يسوع المسيح هو رب وتؤمن أن يسوع قد مات وقام من بين الأموات لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص قيامة المسيح قدمت لنا خلاص وخلاص عجيب قيامة المسيح أيضا قدمت لنا حياة أبدية أو حياة إلى الأبد المسيح بقيامته قدم لنا حياة إلى الأبد يقول كده في يحن 11 وعدد 25 ده كلام الرب يسوع له كل المجد قال لها يسوع أتكلم مع مريم أنا هو القيامة والحياة طيب هل ممكن حد يقول أنا هو القيامة والحياة ويكون ميت نحن عندنا الأمثال المصرية الكثيرة أنه يعني مش ممكن يكون باب النجار مخلع حتى كان يقول للرب يسوع يعني أيها الطبيب إيش في نفسك خلص آخرين وأما نفسه فلا يقدر أن يخلص وإذا كلام كلام غلط هو يستطيع أن يخلص لكنه ارتدى أن يتضع لكن هنا لما يتكلم عن قيامة المسيح اللي الرب يسوع يتكلم عن نفسه بيكلم عن مين هو أنا هو القيامة والحياة هو ليس رب موت ولا أموات هو رب الحياة عشو كده من آمن بي من وضع ثقة فيه من آمن بي وَلَوْ كان 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 حياً وَأَمَن بِي فَلَنْ يَمُوت إلى الأبد يبقى الرب يسوع عندما أعطانا حياة هو أعطانا حياة إلى الأبد حياة لا تنتهي الحياة الأبدية هذه الحياة الأبدية مضمونة فقط بقيامة المسيح الذي قال أنا هو القيامة والحياة قيامة المسيح قدمت لنا نحن المؤمنين حياة إلى الأبد قيامة المسيح قدمت لنا رجاء يقول رسول بوليس لو إحنا رجاءنا في هذه الحياة فقط فنحن أشقى جميع الناس كل يوم أحبائي بنكتشف إنه إحنا ممكن نكون عايشين في كذبة أو خدعة كبيرة لما نضع رجاءنا في الحياة اللي إحنا عايشنا لما نضع رجاءنا على أموالنا على صحتنا على الناس اللي حوالينا على أشغالنا لما نضع حتى رجاءنا على العلم والأطباء المعرفة يعني يمكن واحدة من الحاجات اللي عملتها أو اللي عملها فيروس كورونا الوباء هي أنه أثبت أن الإنسان في لحظة ممكن يضيع أثبت أن الإنسان أضعف مما يعتقد هو في نفسه حتى كتير من الأشغال ناس كتيرة خسرت أشغالها وناس كتيرة حصل لهم وناس كتيرة الشغل بتاعها وقف أحباي نحن نعيش في عالم إذا وضعنا رجاءنا فيه نبقى فعلا زي ما يقول الكتاب أشقى جميع الناس أين نضع رجاءنا وعلى أي أساس بيضع رجاء المؤمن يقول كده في آفاسس واحد مستنير عيون أذهانكم لتعلم ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد مراسه في القديسين وما هي عظمة قدراته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح يسوع إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطة وقوة والسيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الظهر فقط بل في المستقبل أيضا رجاءنا إحنا كمؤمنين مؤسس على قيامة الرب يسوع من بين الأموات عش كده لما يجي يعز المؤمنين يقولهم لا نحزن كالبقين الذين لا رجاء لهم صح تسالونيكي يقولهم كده ليه لأن إحنا لنا رجاء آخر لنا رجاء آخر لنا رجاء القيامة من بين الأموات ولأن المسيح قد قام من بين الأموات وصار بكورة الراقدين فسيقيمنا أيضا الله ده ده القيامة القيامة أعطت رجاء التلاميذ اللي كانوا خايفين ومضطربين ومنزعجين وكل آملهم اتحطمت وكل رجاءهم اللي كانوا وضعينه قبل كده ضع بموت المسيح أول ما المسيح قام من الأموات هذا الرجاء انفجر في حياتهم من جديد وجهه الموت ولم يخافوا وجهه الاتحاد ولم يحتزوا ليه لأنهم كانوا نظرين نظرين إلى المسيح الذي قام من بين الأموات قيامة المسيح بتعطي رجاء 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 لنا في هذه الحياة ورجاء أيضا في الحياة الأبدية ولما أكلم على رجاء مش بكلم على أمنية لكن بكلم على هبة إلهية بكلم على وعد إلهي بكلم على حاجة حقيقية هتحصل حاجة حقيقية تحصل مش وهم قيامة المسيح قدمت لنا وعد بالحياة الأبدية مش بس حياة إلى الأبد لكن حياة أبدية شوفوا كلمات الجميلة دي اللي قالها بوتروس عن الله الآب الذي ولدنا ثانية لإيه يقول لرجاء حي هذا الرجاء هو رجاء حي هو الدافع اللي بيخلينا نعيش الحياة المسيحية هو الدافع اللي بيخلينا نواجه التحديات هو الدافع اللي بيخلينا نكمل مسيرتنا مع الرب بأمانة إلى النهاية ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح يبقى هذا الرجاء الحي هو أساس قيامة يسوع المسيح من بين الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدى الناس ولا يتمحل محفوظ في السمويات لأجلكم طبعا الميراث دوان ليس حريات وليس أكل وشرب لكن كل ما لنا في المسيح يسوع يسوع كأبناء ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة هذا الرجاء الحي مؤسس على حقيقة تاريخية وهي قيامة يسوع المسيح من الأموات قيامة قيامة المسيح كمان دمنت لنا قوة للحياة اليومية نحن نحن في ذوتنا ضعفاء والإنسان ضعيف بطبيعته كيف لنا جابوها منين القوة ده دول كانوا خايفين ده دول نفس التلاميذ اللي كانوا موجودين في العلية والأبواب مغلقة أفلنها كلها مسامكرينها خايفين من اليهود خايفين من الشعب مشتتين منزعجين مضطربين قلقين بلا أمل بلا رجاء متخبطين متزعزعين ويجي هنا يقول لي وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدونا شهادة بقيامة الرب يسوع المسيح وكأن قيامة الرب يسوع المسيح كانت أيضا قوة دافعة في حياتهم أن يتكلموا عن الرب يسوع الحي الذي قام من بين الأموات بالقيامة الرب يسوع ونعمة عظيمة كانت على جميعهم القوة قوة القيامة أقامنا معه وقوة قيامة المسيح هي اللي بتعطينا أن نعيش الحياة الجديدة كمؤمنين وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع المسيح شفتوا قدقيل قيامة المسيح غيرت كل شيء قيامة المسيح أكدت للتلاميذ لهوت المسيح مجد المسيح قوة المسيح قيامة المسيح أكدت للتلاميذ صدق إعلانات المسيح عن نفسه قيامة المسيح طيب أخذ مدخلة أخ زكريا من المغرب ألو سلام ونعمة أهلا بيك سلام ونعمة الدكتور أهلا وسهلا بحضرتك كل سنة أنت طيب أنا أفكر على برنامج عبر الله أحفظك المسيح قام بالحقيقة قام آمين أتمنى لك عيد قيام مزيد آه أتفضل أنا سمعك بس ممكن شوية بس تعلي الصوت عشان حاسس أن الصوت شوية بعيد آيوة قيام بحق يعني قام يعني ما تقول من أجل نحن من أجل نحن طعان يعني وفي السام مقدس يعني قيام المسيح وأبعاد التاريخية الإيمانية وصوحية يعني آه هو آه قيام هو آه حتى اليوم آه قيام المسيح التي غيرت المجرى التاريخ التاريخ الإيمانية فبعد أن عدا المسيح بصفته آآ آآ بين أمر يعني آآ يعني آمن به وهكذا أصبح قيامة المسيح والإيمان والراجع بل وهي حسن هذا الآخر في قل التاريخ كنيسة المسيح المسيح وكذلك هناك يعني حتى أن هناك قصة في الكتاب المقدس تحد مثل كرامي الأسرار وكذلك يقول أمثال إنسان غرفت من أحاطه بشي حولا ما صار الخط عندي مش واضح قوي التليفون بيقطع فأنا حتى مش متابع يعني غالبا باخد كلمة وكلمة تقع وكلمة تيجي ف ممكن تعود الاتصال بينا أخي زكري يمكن في مشكلة عندك في التليفون طيب أيو سأتصل فيكم عبر الواتس كلمنا على الواتس أفضل أخونا زكري الله احفظك الدكتور أرسل واشكرك على الواتس وأتمنى لكم عيد قيام من قناة والمشاهدين والكل العافرين بالعالم نحن نحبك كثير دكتور أرسل ونأتمنى أن تزور المغرب أمين شكرا لك كل سان وانت طيب الحاجة الأخيرة هي قيامة المسيح أكدت ما جيه ما هو لو المسيح لم لو لم يقم المسيح من بين الأموات يبقى المسيح ميت يبقى نروح نزور أبره يبقى نروح نزور أبره يبقى نجيب نجيب فلاور ونروح نزور الأبر بتاعه يبقى هؤ مش هيجلنا إحنا اللي هنروح له لقيامة المسيح أكدت مجيئه الثاني مجيئه ثانية بمجد عظيم شوفوا هنا لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع يعني المؤمنين الذين رقدوا بالجسد ماتوا بالجسد بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه هو مين اللي جاي ده يسوع سيحضرهم الله أيضا معه لأن المسيح قام فهو وحد الذي سيأتي سيأتي ثانية ويأتي معه أرواح الذين رقدوا ويقيم أكسادهم فتتغير هذه الأكساد ونصعد مع المسيح لكي نكون معه كل حين فلو المسيح لو لم يكن المسيح قد قام ما عندنا شيء اسمها المجيء الثاني للمسيح لكن لأن المسيح قد قام من بين الأموات وداس الموت سيأتي أيضا بمجد عظيم في مجيئه الثاني وشفت قد قد إيه أنه الحاجة الأساسية اللي حاب يعني أختم بيه أختم بحاجتين مهمين جدا الحاجة الأولانية زي ما قلت أنه الإيمان بقيامة المسيح الإيمان بقيامة المسيح ليس من اختراع التلاميذ فالتلاميذ ليس لديهم القدرة ولا حتى المعرفة ولا حتى التخيل ولا أي شيء إنهم ممكن يخترعوا حاجة زي كده ولا يمكن ما اخترعوا التلاميذ كان يغير في حياتهم بهذا الشكل لكن لأن الإيمان المسيحي مبني على تاريخية الصلب ومبني على تاريخية القيامة لأن المسيح مات ولأن المسيح قام لأن المسيح مات ولأن المسيح قام فكل تعليم المسيح رأيناها بمنظور جديد رأينا أنه هو فعلا كلمة الله المتجسد وتأكد لنا بالقيامة أن يسوع المسيح هو ابن الله المتجسد قيامة برهانة على كده رأينا صدق يسوع المسيح في كل وعوده فكل ما قاله يسوع عن نفسه حق وصدق قيامة المسيح قدمت لنا أيضا الخلاص به كل من آمن به ولو مات فسيحي قيامة المسيح قدمت لنا حياة أبدية إلى الأبد قيامة المسيح منطلق منطلق إيماننا المسيحي هو أن المسيح مات وأن المسيح قام ولو ما كانوش الحادثين دول تاريخيين ما كانش يبقى فيه حاجة اسمها لا مسيحية ولا في إيمان مسيحي لكن هما دول اللي غيروا كل شيء غيروا كل شيء قيامة المسيح غيرت كل شيء قيامة المسيح هي الأساس للكنيسة هي الأساس لمنطلق البشارة بالإنجيل اللي نادى بيها التلاميذ في اليهودية وفي السامرة وإلى أقصى الأرض قيامة المسيح قيامة فعلية قيامة تاريخية ومن أكتر الحقائق المؤكدة تاريخيا هي قيامة المسيح هي قيامة المسيح عش كده أحبائي وإحنا بنعيش في عالم زي ما قلت بتسود فيه أخبار الموت كلنا شفنا ما يحدث في الهند وكلنا بنتابع ما يحدث في بلدنا العربية ومصرنا العزيزة أصبحنا نفتح الفيسبوك علشان واحد بيبقى خايف هيقرأ مين من الناس اللي يعرفهم مات بالكوبيد الرجاء الوحيد لنا هو في يسوع المسيح الحي الذي قام منتصرا من بين الأموات يسوع الذي قال أنا هو القيامة والحياة يسوع الذي قال ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر يسوع الذي قال تعال ألي جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم القيامة ليست مجرد عقيدة لكنها حياة بنعيشها كل يوم صلاتي أن يمنحكم الرب الحي قوة وحماية ونصرة وغلبة حافظ عليكم ويرعاكم ويحميكم مع أسركم وإلى أن نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم ترجمة نانسي قنقر